حرب القذائف المتبادلة بين دمشق وأنقرة تهدد بفتح جبهة حدودية بين البلدين بعد أربعة أيام على المناوشات الحدودية فقد أعلنت أنقرة أن مدفعية الجيش التركي قصفت أهدافا داخل الأراضي السورية وذلك عقب سقوط قذيفتها وانطلقت من الأراضي السورية قرب قرية تركية من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا ويطرح هذا التصعيد العديد من التساؤلات بشأن تداعياته وهل يمكن أن تتسبب في هبوب رياح الحرب بين سوريا وتركيا لليوم الرابع على التوالي قصفت المدفعية التركية أهدافا داخل الأراضي السورية وذلك عقب سقوط قذيفتها وانطلقت من الأراضي السورية قرب غرية تركية دون أن تسفر عن وقوع ضحايا وسقوط قذائف سورية داخل الأراضي التركية عند الحدود مباشرة ليس أمرا استثنائيا فالمواجهات المسلحة بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة بمحاذاة الحدود التركية السورية متواصلة منذ فترة طويلة واحتمالات سقوط قذائف أو رصاص على الجانب التركي من الحدود قائمة في كل لحظة ويبدو التساؤل منطغيا هل يمكن أن تؤدي هذه المناوشات السورية التركية لهبوب رياح الحرب بين تركيا وسوريا لا شك إن الصراع في سوريا وعلى سوريا يجعل المشهد معقدا ومفتوحا على كل الاحتمالات إذا أريد له ذلك والعكس صحيحا أيضا نحن متأكدون أن الجانب السوري وصلته الرسالة جيدا الحكومة التركية مستعدة بشكل كبير لمواجهة أي خروقات محتملة من الجانب السوري ولدينا تفويض من البرلمان بذلك وأرجو أن يتفهم السوريون ذلك وأن لا يقوموا باختبار تصميمنا على ردع أي عمليات من هذا النوع فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل بغتل تسعة أتراك مدنيين في عرض المياه الدولية في نهاية مايو 2010 كانوا في سفينة مرمرة في إطار إسطول الحرية ومع ذلك لم تبادر أنقرة إلى الردع سكريا على إسرائيل رقم التعمد في غتل أتراك ولم تقطع أنقرة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بل خفضتها من رتبة سفير إلى السكرتير الأول واستمر الإسدهار في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بحيث سجل سنويا نسبة زيادة عن كل سنة سابغة بلغت 35% وتشير استطلاعات الرأي الكثيرة والدورية منذ أشهر في تركيا وحتى الآن إلى وجود معارضة قاطعة تبدأ من 60% وتلامس الثمانين في المائة لأي تدخل عسكري تركي في سوريا بل ترى هذه النسبة أن سياسة تركيا تجاه سوريا خاطئة ترجمة نانسي قنقر